كتاب ملاخي الفصل الأول هذه كلمة الرب التي أوحى بها بشأن إسرائيل على لسان ملاخي يقول الرب إنني أحببتكم ولكنكم تسألون كيف أحببتنا؟ ويجيب الرب أليس عيس أخا ليعقوبة؟ ومع ذلك أحببت يعقوبة وأبغطت عيسو وحولت جباله إلى أراض موحشة وجعلت مراثه لبنات آوى البرية وإن قال الأدميون مع إننا تحطمنا فإننا نبني الخرب فإن الرب القدير يقول هم يعمرون وأنا أهدم ويدعو الناس بلادهم أرض النفاق وأهلها بالأمة التي سقط الرب عليها إلى الأبد وتشهد عيونكم هذا وتقولون ما أعظم الرب الذي يمتد سلطانه إلى موراء تخوم إسرائيل إن الابن يكرم أباه والعبد سيده فإن كنت أنا حقا أبا فأين كرمتي وإن كنت حقا سيدا فأين مهابتي إن الرب القدير يقول لكم أيها الكهنة المصدرون باسمي فتسألون كيف اصدرين باسمك فيجيب لأنكم تقربون على مذبحي خبزا نجسا ثم تتسألون بما نجسناك فيرد بظنكم أن مائدة الرب مصدرات عندما تقربون الحيوان الأعمى ذبيحة أليس ذلك شرا أو حين تقدمون الحيوان الأعرج والمريض أليس هذا شرا قدموا مثل هذا القربان هدية لحاكمكم أفيرضى عنكم ويكرمكم يقول الرب القدير الآن التمسوا رضا الله ليرأف بنا ولكن هل بمثل هذه القرابين المعتلة يرضى عنكم يقول الرب القدير آه يا ليت بينكم من يغلق أبواب الهيكل لألا توقدوا نارا باطلة على مذبحي يقول الرب القدير إذ لا مصرة لي بكم ولا أرضى بتقدمة من أيديكم لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يحرقوا لاسمي بخور وذبائح طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم يقول الرب القدير أما أنتم فقد دنستموه إذ قلتم إن مائدة الرب نجسة وإن طعامها فاسد ومصدر ثم قلتم ما هذه المشقة التي نتكبدها وتأففتم علي يقول الرب القدير وتقربون إلي ما استوليتم عليه ظلما وما هو أعرج أو مريض فيكون هذا تقدمة قربانكم فهل أقبل هذا من أيديكم يقول الرب ملعون المنافق الذي ينظر للرب ذكرا سليما من قطيعه ثم يقرب للرب ما هو مصاب بعيب لأني ملك عظيم واسمي مهوب بين الأمم يقول الرب القدير الفصل الثاني والآن هاكم هذه الوصية أيها الكهنة إن أبيتم الاستماع ولم تنووا في قلوبكم أن تمجدوا اسمي أصب عليكم اللعنة وألعنوا بركاتكم بل ها أنا قد حولتها إلى لعنات لأنكم لم تجعلوها في قلوبكم ها أنا أعاقب أولادكم وأنثروا روث الحيوانات التي تقدمونها لي على وجوهكم ثم يطرحونكم معها خارجا فوق القمامة الدنسة فتدركون أني أرسلت إليكم هذه التحذيرات لكي يظل عهدي مع أبناء لاوي قائما فقد كان عهدي مع لاوي ونسله عهد حياة وسلام فوهبتهما لهم ومنحتهم التقوى فاتقوني ووقفوا خاشعين الاسم يقول الرب القدير نطق فمه بشريعة الحق ولم يكن في شفتيه إثم وسلك معي سبيل السلام والاستقامة ورد كثيرين عن المعصية لأن شفتي الكاهن تحفظان العلم ومن فمه يطلب الناس الشريعة لأنه رسول الرب القدير ولكنكم انحرفتم عن الطريق المستقيم وأعثرتم بتعاليمكم كثيرين ونقضتم عهدي مع النسل الكهنوتي يقول الرب القدير لذلك أحقركم وأذلكم أمام جميع الناس لأنكم لم تطيعوا طرقي وحابيتم في تطبيق شريعتي أليس لنا جميعا أب واحد ألم يخلقنا إله واحد فما بالنا يغدر أحدنا بالآخر وندنس عهد آبائنا لقد غدر يهوذا وارتكب الرجاسة في إسرائيل وفي أوروشاليم لأن يهوذا قد دنس هيكل الرب المحبوب وتزوج من بنات يعبدن آلهة غريبة ليستأصل الرب من شعب إسرائيل كل من فعل هذا من غير تمييز وحتى ممن يقدمون قاربين للرب القدير وهذا أيضا مرتكبتم لقد أغرقتم مذبح الرب بالدموع فأنت تبكون وتنوحون لأنه لم يعد يعير تقدماتكم انتباها أو يقبلها منكم بمسرة وتتسألون لماذا لأن الرب كان شاهدا على العهد المقطوع بينك وبين زوجة صباك التي غدرت بها مع أنها شريكتك وامرأة عهدك ولكن لم يقدم على ذلك أي واحد ما زالت فيه بقية من الروح وماذا طلب هذا الواحد ذرية الله لهذا حافظوا على أرواحكم ولا يغدر أحد بزوجة صباه ويقول الرب إله إسرائيل إني أمقط الطلاق وأمقط أن يغطي الرجل زوجته بجوره كما يتغطى هو بثوبه لذلك احترسوا على أنفسكم ولا تنكثوا عهدا قد أتعبتم الرب بكلامكم وما برحتم تتساءلون كيف أتعبناه أتعبتموه بقولكم كل من يرتكب الشر هو صالح في عيني الرب وهو يصر بهم أو بسؤالكم أين هو إله العدل الفصل الثالث ها أنا أرسل رسولي فيمهد الطريق أمامي ويأتي الرب الذي تطلبونه فجأة إلى هيكله ويقبل أيضا ملاك العهد الذي تسرون به يقول الرب القدير ولكن من يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره فإنه مثل نار ممحص أو أشنان القصارين فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة ليطهر أبناء ألاوي ويمحصهم كالفضة والذهب حتى يقربوا للرب تقدمات بقلوب طاهرة عندئذ تكون تقدمة يهوذة وشعب أرشاليم مرضية عند الرب كالعهد بها في سالف الأيام وفي السنين الغابرة وأقترب منكم لأكون شاهدا سريعا ضد الصحرة والزنات والحالفين بالزور والمستغلين لأجرة العامل ومضطهد الأرامل والأيتام والذين يظلمون الغرباء ولا يخافونني فإني أنا الرب لا أتغير لذلك أنتم أيضا لم تفنوا يا أبناء يعقوب إن شأنكم كشأن آبائكم ابتعدتم عن فرائضي ولم تطيعوها ارجعوا إلي فأرجع إليكم يقول الرب القدير ولكنكم تسألون كيف نرجع أيسلب الإنسان الله لقد سلبتموني وتسألون بماذا سلبناك في العشور والقرابين أنتم بل الأمة كلها تحت اللعنة لأنكم سلبتموني هاتوا العشور جميعها إلى بيت الخزينة ليتوافر في هيكل طعام واختبروني لتروا إن كنت لا أفتح كوى السماء وأفيد عليكم بركة وفيرة يقول الرب القدير وأكف عنكم أذى الجراد الملتهم فلا يتلف لكم غلات الأرض ولا تصابوا كرومكم بالعقم يقول الرب القدير عندئذ تدعوكم جميع الشعوب بالأمة المباركة لأن أرضكم تكون أرض بهجة يقول الرب القدير لقد قصوتم في كلامكم علي يقول الرب ومع ذلك تقولون بماذا تكلمنا ضدك لقد قلتم من العبث عبادة الله وأي جدوى من حفظنا شعائره والنواحي أمام حضرة الرب القدير وها نحن الآن نغبط المستكبرين ونرى فاعل الشر يزدهرون بل إنهم تحدوا الله ونجوا ثم حدث خائف الرب بعضهم بعضا فأصغى الرب إلى كلامهم وسمعهم فتم تدوين أسماء متق الرب والمتأملين باسمه أمامه في كتاب تذكرة ورد فيه سيكونون لي يقول الرب القدير في اليوم الذي أصنع فيه نفائسي وأحافظ عليهم كما يحافظ الوالد على ابنه الذي يخدمه فتشرعون ثانية في التمييز بين الصالح والطالح بين من يعبد الله ومن لا يعبده الفصل الرابع انظروا ها يوم القضاء مقبل لاهب كتنور يكون فيه جميع المستكبرين وفاعل الإثم عصافة فيحرقهم ذلك اليوم ولا يبقي لهم أصلاً ولا فرعاً يقول الرب القدير أما أنتم أيها المتقون اسمي فتشرقوا عليكم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء فتنطلقون متواثبين كعجول المعلف وتطؤون الأشرار إذ يكونون رماداً تحت بطون أقدامكم في اليوم الذي أجري فيه أعمالي يقول الرب القدير اذكروا شريعة موسى عبدي وسائر فرائد وأحكام التي أعطيتها في جبل حوريب لجميع شعب إسرائيل ها أنا أرسل إليكم إلي النبي قبل أن يجيء يوم قضاء الرب الرهيب العظيم فيعطف قلب الآباء على أبنائهم وقلب الأبناء على آبائهم لألا آتي وأصيب الأرض باللعنة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر